والسؤال هل غفر للمفلوج الجواب نعم 100% لأنه قال يا بني مغفورة لك خطيئك وعندما اعترضوا على كلام المسيح قال لهم أيما أيسر أن يقال لهذا المفلوج مغفورة لك خطيئك أم أن يقال قم احمل سريرك وامشي ولكن لكي تعلم أن الابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا لك أقول قم احمل سريرك وامشي واذهب إلى بيتك لو المفلوج ما تشفى منقول كلام المسيح مجرد كلام وهنا المسيح يثبت صدق دعوته المؤيدة والمبرهنة بآيات ومعجزات وبحسب بشارة لوقة بيبتدي بقول لأن قوة خرجت من المسيح لشفائهم أي أن قوة الشفاء هي ملازمة بل كائنة بل كامنة في شخص المسيح يسوع أي بكلمات أخرى حيث وجد المسيح وجد الشفاء حيث وجد المسيح وجدت البركة فليس مجرد أقوالا لكنه فعل فعلا وهذا الغفران هو غفران كامل لهذا المفروج لأنه أطاع طاعة كاملة فعلا هو كان محمول على الفراش حمل الفراش وأمام الجميع شهادة أمام الجميع ذهب إلى بيته مشفيا يعني مكتوب وللوقت يعني تتخيل كأنه خلق يعني تيشيوس خلق أعضاء خلايا دم شيء جديد بيمشي في جسد هذا الإنسان تشددت العضلات وتقوى هذا الجسد لدرجة أنه استطاع أن يحمل مصدر الضعف صار مصدر قوة أو نقطة الضعف صارت مصدر قوة في حياته أمام الجميع حمل الفرشة وراح للبيت ومجد الله والناس قالوا ما رأينا مثل هذا قد في موضع آخر اتعجبوا من اللي فعلوا يسوع المسيح فالمسيح إذن أثبت أنه هو الله اشتركوا في القناة